السلام عليكم حبيبي طلاب الصف السادسة اللي ابتداء النار ده حل معاكم الدرس الثالث والرابع والحاب يقولك انت هتسمع الكلام اللي بين داليا وإنجي والكلام ده طبعا انا يعني قريدي قريته بحل معاك على طول قد بالك العملان بيقولك الانشانت ايجيب الانشانت ايجيب الانشانت قدامك هوت فانتركز انت مش مركز انا عارف بس هتركز ان شاء الله بيقولك اسمع التقديم بتاعهم في الفصل ايه عرأيك في الانشانت ايجيب تكن بيستخدمه ايه في السيل اللي فاتت دي كلها هتختار ايه نمبر سي اللي هو المثل وما بيستخدمه المعدن وحنا عارفين الكلام ده نمبر تو بيقولك اسمع التقديمه تاني لا احنا هنكمبليت من غير ما نسمع احنا قريد يعني تقريبا هو الكلام على الانشانت ايجيبشن الكلام احنا اخذنا قبل كده فيالله نحل على طول مع الدول تانية يعني معادن والمعادن كانت واحدة من thing they traded واحدة من الحاجات اللي هما تجروا فيها زي فرست هما اولا found metal اخذ بالك found metal نقط rook under rook يعني وجدوا المعادن تحت الصقور metal was harder المعادن كان اصعب than stones كان المعادن اقوى من الصخر and they could melt and form into shapes different shapes اشكال مختلفة هما سياحهم الصقور يعني اتعاملوا مع المعادن بصطلعوها وسياحوها من الصقور فنضفوها وحصلوا على اشكال مختلفة they used metal وهما استخدموا المعدن to make طبعا هيستخدموا to make tools هيعملوا ادوات and webels واسلحة so that ولذلك هما they could hunt كانوا بيستطيعوا ان هما يصطادوا وكانوا بيزراعوا الاكل بتاعنا popular popular داية يعني مشهور popular meter يعني معدن مشهور for making جلل عشان يستخدموا بيزر اللي هو الجلل المجوهرات يا باشا and art والفن التجسلة عشان يتباع silver was also used but was rare طبعا الفضة كنت بتستخدم بس كنت يعني rare يعني نادرة اكتر تجارة with other countries تجارة مع اقطار الاخرى ساعدتهم help the ancient Egyptian economy ساعدتهم على انه economy grow اللي هو التقدم الاقتصادي وباعزك تختار من الاربع دول اللي جب هات دول خد بالك number one trade trade يعني تجارة buying and sell buy and sell اللي هي number c خد بالك buying and selling things between countries البيع والشرة بين البلاد مثل يعني معدن وده اللي هو something like gold or iron يعني زي ذهب او الحديد بيقولك that is hard and strong يعني صعب وقوي السؤال التالت الويبن اللي هو السلاحية غاية اللي هو طبعا انت بتستطبيق الحيوانات والكلام ده كله في مصر القديمة آخر واحدة economy economy ده اللي هو الاقتصاد اللي هو the system of how اللي هو النظام اللي انت how countries money ازاي النظام اللي بيتم بإدارة الفلوس بتاعة البلد يلا على language focus وده هو بيكلمك على أدوات حروف الجر اللي قدامك دي preposition on in front of يعني أمام وبتوين يعني بين واندر يعني تحت يعني بجوار وبهيند يعني خلف بصراحة اخدناهم كتير قبل كده وحنا قدهم تاني يلا بينا نكمل وبيقولك عشان تركز على practice يعني تتضرب على take a few small objects خد أشكال صغيرة وابدأ بقى ايه قدام ان بالداخل وبالخارج under on والكلام دي واعطيك القطع دي واعطيك between يعني بين وان يعني فيه وان يعني على واندر يعني تحت بيقولك في القطع بيقولك واحد من اجمل الحاجات الابهات اللي ها في الارتفاكت الاعمال ده من مصر القديمة منه تتعنخامون المسك بتاعة تتعنخامون واللي هو وجده نقط هس طمب دي نمبر وان ان ان وخد بالك نمبر وطبعا المسك كان مدهب ده رمس ستان واي حد ده 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 زلوط عن خامون واي حد وكان طبعا مخطط ب blue lines blue lines يعني between يعني مخطط بالدهب وخط ده وخط ايه لبني وخط ده تاني بل لبني في النص بتوين ده صعبة دي تمام blue lines between gold lines تمام اللي بعد في نقاط هنا his chin under تحت ده انهم موجودة الbeard بقى اللحية بتاعته الجميل اللي انت شايفينها دي thin beard there is also a snake وكمان في ثعبان on his head وكمان الثعبان اللي انت شايفينه ده فوق دماغه لحد كده والتمام التمام ويلا بينا نكمل الكلام الحال قدامكم دي القصة وانا لازم احكها لكم بقى ويسمع يا معلم وطبعا بيقولك اقره يا باشا والسؤال بيقولك what did king me does الملك بتاع ميداس ده هو wish for كان بيتمنى ايه how did he feel وكان بيشعر بايه about his wish عن الامنية بتاعته at the end of the story في نهاية القصة الking me does and the golden touch الملك والgolden touch اللامسة الذهبية بيسمع بقى بيشعر القصة الغريبة بيقولك many years ago من سنين عدد اخذ بالك many years ago ديعت يعني بطبسطي غالي there lived كان في ملك عيش وكان called king me does واسمه الملك me does he loved three things حب تات حاجات more than anything اكتر من ايه شيء آخر يعني his daughter بنته اللي هو كانت اسمها مارجريت ماري جولد ماري جولد وهي who was golden والوردة ده الجاردن بتاعته زراحة الوردة بتاعته وجولد الدهب his favorite thing وكان الشيء المفضل بتاعه was to spend time يقضي وقت in his garden يقضي وقت جميل في الحديقة بتاعته تمام اسم ماري جولد مع بنته but he also liked to look at all the gold in his castle بس هو كما كبان كان بيحب يقضي بص على الدهب في الحلق في القلعة بتاعته كلها one night وفي ليلة he was walking in his garden كان بيتماشى في الحديقة when he tripped over something اتكابل في حاجة على الأرض كانت معزة غريبة كانت شكله مريض الملك كان رجل طيب so he took the goat عشان كده خد المعزة into his castle في القلعة بتاعته there هناك he gave it food ده طعام and a warm bed وسرير دافئ in the morning في الصباح the goat felt much better المعزة حسيت بانها افضل او احسن يعني فبعد كده بيقول لك i want like i would like to thank you king من بدا استمين ده المعزة what would you like more than anything عايز نفسك في ايه اكتر حاجة نفسك فيه فالking من ذات من ذات الصوت اعتقد for a minute للحظة then يعني فكر وبعد كده he said i would like everything i touched to turn into a gold انا عايز كل ملمس حاجة تتحول لدهب اوكي said the goat ده المعزة اعتلو ما فيش مشكلة it's okay and made the king's wish come true خلت فكرة الملك او طلب ملك يبقى حقيقة king yamidasa was very excited الملك كان حيتجنم الفرح after he after the goat طبعا بصوا مش عايزة اقولكم هي نيجع بقى الحتة الاخيرة when he touched his bed لما لمس السري بتاع internet gold تحول لgold to celebrate عشان يحتفل he asked for a special meal طلب واجبة لما لمس لما لمس لامس الاكل بقى الاكل دهب او بعدين بقى danny went outside خرج into the garden خرج الحديقة عشان يلاقي ماري جولد طبعا اول ما هو حضنها اتحولت لدهب يا خبر الرجل بقى قاعد started crying قاعد يا حيط please come back go بقى يندع المعزة عشان ترجع له طبعا هو مش معقول حيخسر بنته his tears fell on his precious roses الدموع نزلت على الورد بتاعه precious يعني مفضل وتحول الورد برضو لها but he didn't care about روز بس هو ما تمش بالورد لكن هو بس عايزين نقص بنته المعزة سمعت and return to change everything رجعت كل حاجة every change back اترجع كل حاجة to how it was before اترجع كل حاجة قبل زي بنسبت هيا شكرها وقال لها i'll never think gold is so important مش هفكر ابدا ان ده اهم حاجة ابدا بعد كده let's نحل بقى لله بينا let's go only loved gold صح true لا true الله ازاي ما بيحبي بنته لا false رجل مجاوب هود صح حت حرفتين صح حت حرفتين صح حت حرفتين لا ده مرسوط ووزعل عشان بنته لا ده false false the good didn't change me ده السباك لا طبعا ده سعدته false هي لما ندع عليها رجعته رجعت ثاني تكون ده نقاد ما تاني ايه رجعتاني رجعتنا نشوز the moral يعني الهدف الاخلاقي انا شايفها اللي هو الاولين هي it's good to have a lot of good لا حلو دي بي عندك ده بكتير لا حتبقى عندك جازة حتبقى انت بلدها مش كويس لا صح قالتك اهم من الفلوس حنشوف الاسوات ديت اللي هو ear 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 برضو اللي هو long e والlong a let's go نحل من خلال اللي است هتحل فبيقولك اول واحدة محلولة طبعا rare number two this pair pair هزيتو الكوميترا looks delicious أستبدو لزيزة there is a pair of shoes brown shoes هي دي a pair of brown shoes i like walking in the fresh انا بحب بمشي في fresh air air number five don't pull that not you will don't pull you you will fear it fear هنختار كلمة fear آخر واحدة what do you want to do wear today wear listen and write هتكتب نفس الكلمات اللي فوق تحت هذي يا wear وfear وpeer وpeer let's go let's go air let's go على الدرس الرابع سهل على فكرة مش صعب لا يلا القطعة دي طويلة وانا من الآخر كده حلم هلكو في كلمتين بيقولك ان الانشينت ايجيبشنز دول ليه كانوا بيسمون ده السؤال ليه why ليه كانوا بيسمون الحديد اللي هو الميتال أوف هيفنز اللي هو معدن من السماء لانه هم في طبعا بيقولك انه هم استخدموا الحديد قبل حوالي خمستالاف سنة وبيقولك انه هو ليه يسمونه كده عشان قادر الميتورز اللي هما النيازك اللي كانت بتنزل في الارض في الوقت ده فبتعمل الحديد وصعب استخراج الحديد وطبعا هم استخدموا الحديد بس هو كان اقيم عندهم من الدهب يعني كنت بيعملوا منهم مجوهرات كان بيستخدموا الحديد قليل الاول انه صعب في في التسيح وصعب في الاستخراج اللي انه كان بيبقى في الباطن الصغور وبناء العلمة كانوش بيستخدموا كتير كانوا بيستخدموا بدأ له الكوبر والبرونز اللي هو النحاس والبرونز ده كل الكلام وطبعا هما اساسا كانوا بيقيموا الحديد قوي بيعتبروا حاجة غالية وبدأوا يستخدموا بعد كده في يعني اللي ما كانوا بيعملوا منه الخناجر والأدوى الأسلحة بس مش أي سلحة الحاجة ده نظيفة حل اول سؤال بيقولك ايه المعادن اللي did ancient Egyptian مصر القدماء اللي هما بيستخدموا use before iron استخدموا ايه قبل الحديد طبعا كوبر والبرونز النحاس والبرونز when did they start using iron امتى بدأوا يستخدموا الحديد when they found a mattress لما لقوا الايه النيازك او النيازك اللي هي في حديد why was iron difficult to work with because it's difficult to because it needs لنو الحديد يحتاج high temperatures درجة حرر عليها to melt عشان يسيح what did ancient Egyptian لنصر القدماء كافس من make 4-3-5 times using iron from amateurs so